جنود وضباط الأمن يحملون أرواحهم على أكفهم وهم يخرجون لتنفيذ أوامر رؤسائهم وتثبيت حكم القانون وتأمين المجتمع فهل من العدل أن يترك أبناؤهم للفقر والفاقة أو يترك جرحاهم لمغالبة الوجع وملاحقة المرتبات المتوقفة والحياة على ما يجوي به الأهل والأصدقاء من صدقات أو ديون تثقل كواهلهم المتعبة مشاهدين الكرام الجندي فارس الجراد خرج في مهمة أمنية بمحافظة مارب أصيب خلالها بطلق ناري تكفلت الدولة بعلاجه لكنه حين عاد من رحلة العلاج بدأ رحلة أطول من الجري لاستعادة راتبه نتابع قصته التي يحكيها لنا في الفيلم التالي ومن ثم نعود أنا الجندي فارس عيبطال الجراد تسبب الأمن العام خرجنا منهمة لاحقة أصابة مسلعة تقوم بزعزة الأمن في المعافظة في مدينة مارب وتعرضت لطلق ناري في الرأس وأدى إلى أصابتي بالشلل شلل نصفي سفلي يدي لي من أرس الحمد لله تحصنت اليد الآن رجلي من هنا ومنزل الحمد لله مع الحركة ما أستر تحرك يجدس يمكن يجي شهر أو شهرين في المستشفى مرقد وبعدها كان الرواتبنا يصرفها الأخ محافظة مارب كانوا يصرفوها بس الحمد لله كنا نستلم الرواتب بدون أي عرقلات بعدها قلوني إلى مصر للعلاج يعني استلموا زملائي من أربعة رواتب من خمسة رواتب من راتبين وأنا في مصر أتعالج وكيف أشتي صرفة واشتيحة والأهلي في اليمن لأسرتي قالوا رواتبك في عدن طلبوا لازم حضوري طيب أنا مرقد أعمل معاق أتعالج للعلاج يعني أفلت المثلا أفلت علاجي وأجينا عند البصمة أبصم لمارب ورجع مصر مرة ثانية أعامل يعني صراحة صعوبة وبعدها لم يقبل والأجراءات دي عملتها كلها أكعرقل لو ما رجعت الحمد لله نزلت لجاب لي مدير الأمن مذكرة قالوا لازم تنزل لعدم بصم وما دم قد وصلت الحمد لله نزل بصم وشوف رواتبك يا فندم كيف أنا في مصر أتعالج وأنتو عارفين قال ما أخي لو بأيدينا الأخ مدير الأمن قال لو بأيدينا والله إحنا عارفين بالوالله بس ما أمشوا بأيدينا أمن الوزارة أصم من عدن سوالي مذكرة نزلت لعدن بصمت وجلستها تابع كملت عملي الشيك براتب واحد رواتبي هي يعني المتبقى عندهم يعني مساواب بدي صرفوا في مارب صرفوا في أمن مارب يجي 12 راتب وأنا معا يجي 12 راتب في عدن يعني إدي تحولت بغض النظر دي ما دي من قبل قالوا مش موجودة الرواتب هذا خلاص معك راتب واحد تستلم طيب أمروا لشيك بالراتب هذا من توقي لا توقي لا توقي يعني هذا في شهر ثنين يعني مع الأسف بعد الأخواة في الوزيرة يعني حصلت معاملة مش معاملة جريح يعني معاج أو جريح واجب يعني فيه ناس متساعدين جزاهم الله خير وبتحصل على قلامنا البعض الآخر يعني يوم الخميس ما عدتش معايا حتى يعني حق يدي يمشيني أنا ومرافقي قابلت الوكيل بالصصة وكيل موارد البشرية حظ الله قلت يا فندم أنا ذهبت من مصر شرحت لهالوضع وكذا قال لي قال ليش لازم إليها يصرفوا رواتب السادس عمدير مكتبة قال فندم عمد السلام قال سولهم ذكرة سولهم ذكرة بصرف رواتبه كامل متبقية رجعت مارب نزلين راتبين عشوا بسمي قالوا اسمك في عدن كيف قالوا ايش نعمل لك ما بالله ترجع عدن يا أخي يا إخواننا تاعبنا معاج يعني السيرة والجاية تأثر عليها قالوا ايش نعمل لك والله هذا مشو يعني هذا من عدن لو بأيدينا والله ما يعني من الوزارة نزلت إلى عدن يمكن تاريخ عشرين شعبان و شفت لي سوف من من البلاد يجي مئتين ألف طبعا الليلة بعشرة ألف الفندوق في عدن وأنا مقعد يعني مستر تحرك اللاب سيارة ولا بسيارة خاصة ما تكفي يعني لخمزين العلف ما تكفي ثلاثة أربع عيام في عدن وبعدها رحت للوزارة رواتبي وكذا والتسكين والمعامرة الماضية قالوا مش أنت نسك طيب رحت لعند الوكيل قلت يا فندما أنت يعني رواتبي ما صرفوهاش وكيل موارد البشرية رواتبي والتسكين والآن أروح يعني من بأي أروح وأيجي بعد رواتبي ما يجوز هذا أستدعى الضباط قال إذا لم أستطعوا رواتبه قال خلاص جاهز وكذا أكلموا يعني وكان وقت قبل المغرب هكذا لا لا يعني قبل عصر يعني قبل أذان عصر الناس يعني صايمين وذلك مستعقل هذا مشوا يعني وخلاص يعني أيش عمل الحمد لله يعني هذا خطأ من جميع مشوا طبعا كل خلاص دام عكسي جاهز تمام قلت يا أخوان يعني رواتبي يجي 16 شهر هذا الفترة الأخيرة ما سلمتها أيني قالوا خلاص يعني بعض الأخوة تساعدوا قالوا يجيب لها نعمل لها 150 ألف مساعدة يا أخي أنا مشي مساعدة أشتي رواتبي دي رواتبي يعني لش ما مساعدة ماشتي رهضتها وبعدها رحت لها بيت الأخر الوزير الشيط تقول أقابله طبعا ما مستت أقابله برغم المحاولات مستت أقابله يمكن آخر عشر آخر عشر رمضان ولا تحت لفصني أقابله بعيدت أني أشرح له وضعي وصراحة ماكيش شخص التقيبة وأكلم الموضوع لا يقول الأخ وزير الداخل يبا يحل إسكاليتك رجل طيب ووافق كل الثقة بس ومش يعرف يعني بالوضع دي نقابله من بعض يعني في الوزارة صعوبة يعني معاملة مش معاملة معاك ولا جريح ولا من باب إنساني لا معاملها خلها أولا وبعدها كملة المصارف رحت الساحل رقود على الساحل أنا والمرافر الحدي إنس دولين اثنين نفرج لنا كاراتين من ننام على الرصيف في خيام من الخيام دي في الساحل حق ساحل بيان سرقوا على الجوال أنا والمرافر افتر يثني أستلم المية والخمسين للألف المساعدة من مواحد يعني يسوي توجيه كونه معاد وكذا وكان المسافر والثاني يعرض له وهكذا وللآن يعني من بأي من بأي يصرف على على أسرتي وأنا طالب رواتبي من هذا المناشد من الأن العب الفاضل مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتسكني في الرابط المالي وصرف رواتبي وترقيتي والاهتمام بنا جرحة أمن محافظة مأرب حيث نحن لا يوجد لدينا اهتمام لا نلقى رعاية لا نلقى العلاج جرحة الأمن بشكل عام حتى رواتبنا ما نلقى القصة التي حكاها لنا فارس في الفيلم الذي شاهدناه قبل قليل هي خلصة ألم ومعاناة بدأت منذ تعرضه للإصابة وهو يؤدي واجبا وطنيا في مهمة أمنية ولم تتوقف هذه المعاناة إلى الآن وللأسف فهذه القصة ليست فريدة من نوعها فكثير من الجنود والضباط الجرحة يعانون من ضيع حقوقهم بينما تعجزهم جراحهم عن الجري والمتابعة أو يعجز ذوهم من الرامل والأيتام والسؤال الذي نطرحه اليوم هل هذه المعاناة ناتجة عن خلل في القانون أم أن الخلل في تطبيق القانون لتسليط الضوء على هذه القضية من وجهة نظر قانونية ينضم إلينا من مارب المحام والناشط الحقوق عادل الزيباني مرحبا بك سيد عادل أهلا وسهلا بكم مرحبا شهدنا قبل قليل قصة جندي معاق أصيب في مهمة أمنية نود أولا أن نسألك عن الضمانات القانونية لجرح المهم الرسمية ماذا ضمن لهم القانون القانون ضمن لهم أشياء كثيرة منها على سبيل المثال أنه ألزم الجهة المسؤولية المسؤولة عن الجندي سواء كان يتبع وزارة الداخلية أو يتبع وزارة الدفاع بأنه يضمن له ألزمهم بيقوموا بالعلاج على نفكة الدولة مثلا بوزارة الداخلية أو مثلا بوزارة الدفاع وألزمهم كذلك بتوفير مستحقاته وعدم قطع المرتب وتسليمها المرتب كاملا بالإضافة إلى منحه الأوسمة والشهايد والأشياء كثيرة مضمونة لها في القانون فهل صاحب الشيء يعيه هذا الكلام؟ نعم هذا بخصوص ما يتعلق بالجنود الذين يصابون في المعارك أو أثناء أداء المهام الرسمية مثلا إذا تواجد مدني خلال هذه الاشتباكات وهذه المعارك وتعرض للإصابة بسبب تأذية الجنود لمهمة بالخطأ مثلا ما الذي يترتب على هذا الموضوع؟ المسؤولية هنا تقع على الذي قام بالسبب بالإضافة إلى أن مدى تمت الإصابة أثناء التحرك في مهمة رسمية فالعسكري أو الضابط الذي خلق فيهم هو يتبع جهة مسؤولة الجهة المسؤولة تمثل في وزارة الدفاع أو في وزارة الداخلية فهنا الجهة المسؤولة عن تعويض المدني هذا هو الدولة مثلا بوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية كون وفقا للقاعدة القارونية التي تقول التابع يتبع المتبوع نعم تحدثت أنه من التزامات الدولة بالنسبة للجلود المصابين يتم يعني علاجهم في مراحل في مراحل العلاج التي يحتاجونها أيضا تعويضهم بالأوسمة واستنبارية رواتبهم يعني ماذا عن تعويضهم فيما يلحق بالجنود الذين يتعرضون لإصابات وإعاقات دائمة مثل هذا لا شك أن الدولة ملزمة في علاجهم على نفقة الدولة سواء كانوا في الداخل أو في الخارج بالإضافة إلى استمرار صرف مرتباتهم كاملة بدون انقطاع بالإضافة إلى ما كان يستلمون أثناء من مهمات ومن تغذية ومن كل ما كان يستلمه وهو موقد أثناء العمل يجب على الدولة أن تصرف له كل مستحقاته وحقوقه القانونية المكفولة له بالقانون وفي الدستور فلا يجوز حرمان المصاب من هذه الحقوق قونها مكفولة وقد تم استقطاعها مسبقا من قبل الدولة نعم إذن هناك من يقول أنه لا يمكن أن نطالب الدولة بالقيام بكل واجباتها ونحن في ظروف حرب هل يمكن التسليم بمثل هذا الرأي هل الحرب سبب وجيه لإسقاط حقوق الضحايا لا لا ليست سبب وجيه ولا مبرر لذلك فلسبب بسيط جدا وهو أن تلك الحقوق هي أصبحت موجودة هو موضوع لدى الدولة فما على المسؤولين القيام بصرفها فقط ليس إلا نعم يعني عدم التعامل أو التفاعل مع مطالب الجرحة خصوصا كما ذكر الجريح فارس استمرارية التنقل ما بين عدن ومارب وعدم تفاعل الوزارة معه أين يتم ألا تقع مسؤولية على المسؤول أو الوزير في هذه الحالة لا شك بأن هناك مسؤولية تقع على وزير الداخلية وعلى المسؤولين المباشرين ومن بيديهم الأمر في هذا الشأن إذ يترتب على تكسيرهم أو إهمالهم أو تفريطهم في هذا الجانب يترتب علي مسؤولية جنائية بل هي جريمة يعاقب عليها القانون ومن حق المضرر بأن يلجأ إلى القضاء سواء القضاء المدني مثلا بالنيابة العامة العادية أو سواء يلجأ إلى القضاء العسكري مثلا بالنيابة للجزايا العسكرية ويقاضي هذا المسؤول ويأخذ جزاءه وبالإضافة إلى تعويض عن ما يلحقه من ضرر نعم إذن في الحلقة التي شاهدناها اليوم حصل الجند الجريح فعلا على حقه في العلاج وتم نقله إلى مصر لكن في الوقت نفسه انقطعت مرتباته لأن لجان البصمة لم يكن متواجد ولم يتم أخذ بصمته ما المبرر القانوني لهذا الوضع لا يوجد مبرر قانوني لحرمان المبتعث للعلاج من حرمانه من مستحقاته أو حقوقه أو راتبه لأنه مبتعث أصلا من جهات عمله على أنه مصاب أو جريح فكيف يتسنى للجان أو لبعض المسؤولين أو الجهات المختصة بأن تحرمه من مرتبة في الوقت الذي هو رفع من لديهم بأنه جريح وتم ابتعاثه للخارج فلا يجوز بأي حال من الأحوال حرمانهم من مستحقاته والبصمة في هذا الحال هو مستثنى من هذا القاعدة باعتباره أنهم ابتعث للعلاج وكل قاعدة لها استثناء هنا عندما يعود إلى من علاجه أو يتم شفائه لا مانع من أن يحضر للبصمة أو إجراء الشيء هذا لكن في الأول الأخير هو رفع من جهات عمله على أنه مصاب ومبتعث على حقوقه لديهم فبأي حق يحرمه من حقوقه مجرد أنه ما بصمش ليس مبرر نهائيا ذكرت أن على الجندياء اللجوء إلى القضاء وجهات معينة في حال عدم التفاعل معه أصلا من جانب القضاء ما الذي بإمكانه؟ ما الذي سيقوم به؟ لا 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 يجوز النيابة العامة ملزمة وفقا للقانون المادة 21 والمادة 22 إذا كانت المادة 21 من قانون رأيجات الجزائية تقول بأن النيابة العامة هي صاحبة الولايها العامة في تحريك الدعوة الجزائية المادة التي بعدها ألزمت بأنه لا يجوز للنيابة تعطيل أو تأخير أو إهمال أو الشكوى بأي حال من الأحوال فهي ملزمة ويجب عليها تصرف بها من قدر تقديم الشكوى إليها بخصوص المنظمات الحقوقية المتواجدة داخل هذه المدن يعني ما هو دورها؟ وهل لدورها تأثير؟ والله شفاء للأسف يعني هناك إهمال بالإهمال بالإضافة إلى أنه كثير من المنظمات لم تقوم بواجبها المنطبها ومنقمسها في أمور استثنائية وتبتعد عن الأمور الحقيقية على سبيل المثال مثل هذه حق الجرحة أو قضايا كثيرة من الغام والتفجيرات وما إلى ذلك فهذا يكاد إلا من رحم الله أن يتبنى في هذا الموضوع ومع ذلك ليست العملية متكاملة هناك جهة يجب على الجهة الإعلام على المنظمة الحقوقية على القانونين هي منظمة متكاملة ويجب على جميع توعية الناس في حقوقهم وفقا للقانون نعم كما ذكر الجريح فارس أنه تعرض للإهانة أكثر من مرة خلال تنقلاته بين مارب وعدن أيضا تم تقديم نوع من المساعدة 150 ألف كما ذكر كنوع من الصدقة فيها امتهان لحقوقه وحقه كجريح يعني ما الذي يترتب على هذا الوضع وكيف يمكن التعامل مع ما تم للأسف هذه حالة مأساة مأساة عندما يظل الجريح بأن يقدم أغلى ما يملك وهي قد يكون أحدى أطرافه ومع ذلك لا يرقى إلى تعامل لايق يليق به ومستوى وأي تصرف مهين يتقبل هذا الجريح فهذا يعرض المسؤول المباشر له للمساءلة والمساءلة الجزائية ونحن على استعداد أن نتبنى قضيته أمام القضاء ونقدم له عن قضاء في هذا الكلام لينال المقصر كل من قصر أو أهم الجزاء هو في قلل الشرع والقامل نعم إذن رسالتكم ما الذي تود إيصاله عبر منبر بلقيس للجهات المسؤولة إذا أكلم الرسالة فالرسالة الأولى أوجهها للمعنيين والمسؤولين نقول لهم اتقوا الله في حقوق الجرحة اتقوا الله في حقوق الجرحة اتقوا الله لأن تصيبكم دعوة من دعوات هولى الناس أو أهلهم الرسالة الثانية هي للجرحة أنفسهم هولاء الأبطار نقول لهم بأن الدستور والقانون قد كفر لكم جميع حقوقكم فيجب عليكم أن تعوها وتعوها واتطالبوا بها وتنتزعوها ولا تفتكروا بأن انتزاع تلك الحقوق هي مجرد هبات أو من الغير لا هي حقوقكم ومكفولها لكم بالشرع والقانون ومن يقصر أو يهمل يتعرض للعقوبة والمسؤال الجزائية نعم ورسالتي الأخيرة تكون بأن هناك بحاجة إلى معالجة سريعة ومعالجة قانونية لأن هناك في فجوة يعني ما زالت في طورش الحكومة لم تكتمل فلو تم في أول انعقاد المقسل النواب أن يتبنوا صندوق لرعاية الجرحة والمضرين من الحروب فهذه يعني يتم تشريعه بقانون فهذه هي هم الرسائل التي نتمنى أن تصل ويقوم الناس بها نعم المحامي والناشط الحقوق عادل الذيباني كنت معي من مارب شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر